السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا في كل مكان أهلا بيكو النهاردة معاكو دكتور أحمد البرباري استشاري أمراض القلب هنتكلم النهاردة عن موضوع في صورة سؤال مهم جدا إيه هي أو هل في علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والقلب وإيه هي العلاقة دي يا ترى فيه ولا ما فيش علاقة بين ضغط الدم والقلب فيه علاقة وثيقة جدا بين ضغط الدم والقلب القلب بيبقى مسؤول عن الإمداد الدموي لكل أجزاء الجسم عشان يمدها بالطاقة ويمدها بالأكسجين عشان الجسم يقوم بوظائفه من أول الرأس للشعر للإيد للرجل لكل أجزاء الجسم لابد أن إن هي بقى فيه طاقة بيساعد القلب وبيشترك معاه ولازم يكون فيه هارموني بينهم ضغط الدم بيقدر إنه هو يمنتين العملية دي عشان تستمر اللي هي الإمداد الدموي القلب لما بينقبض بيضخ الدم في الأوعية الدموية بضغط معين فروق الضغط دي والدفع الضغط ده هو اللي بيغزي كل الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الحياة وممارسة أنشطة الحياة المختلفة فضغط الدم والقلب اللي اتنين مرتبطين جدا ببعض عشان كده بنقول إن من أمهر الأطباء اللي ممكن يزبطوا ضغط الدم طبعا فيه يعني دا كاترة القلب الحقيقة وممكن دا كاترة الكلة ودا كاترة البطنة بس من الأكثر دا كاترة القلب لأنه هو حتى تخصص القلب اسمه القلب والأوعية الدموية ضغط الدم ضغط الدم الطبيعي والقلب الطبيعي ما بيبقاش فيه مشكلة بيبقى القلب بيمارس وظيفته بصورة طبيعية بصورة كويسة بصورة فيها كل أجزاء الجسم صحيحة وحيوية ضغط الدم لو القلب مرض قوي القلب ضعف قوي ممكن يؤدي إلى إن الضغط يبقى يقع الضغط يبقى واطي قوي لو الضغط واطي دا بيبقى اسمها كارديوجينيك شوك صدمة نتيجة مرض في القلب وده موضوع ما بيستمرش غير إن الضغط يبقى واطي بصورة متوسطة تسعين ستين دا مش هو دا وضغط الدم العالي ضغط الدم العالي بيبقى تأثيره على القلب الصورة الفيزيائية أو الديناميكية إنه هو القلب بدل ما بيضخ في مقاومة مقدارها مثلا اللي هي المئة وعشرين اللي هو الضغط الدم الانكباضي لا دا بيضخ في مقاومة أكتر من مئة وعشرين ممكن مئة واربعين مئة وخمسين مئة وستين مئة وسبعين مئتين فكل ما المقاومة دي بتزيد القلب بيبدأ يحصل له تضخم عشان العضلة تبقى أقوى عشان يقدر على المقاومة دي على الضغط العالي دا بيبقى في صورة تشبهها في صورة الأحمال اللي بنشيلها عشان نربي عضلات إيدينا أو عضلات الفخزة أو كده بنشيل أحمال فالضغط دا هو الحمل اللي على القلب هو كده فعلا اسمه الافتر لود الضغط دا اللي هو الضغط الشرياني هو الحمل اللي على القلب فكل ما الضغط بيعلى بيزود الحمل القوة على القلب أو المقاومة على القلب فبالتالي القلب بيبدأ يتضخم عشان يستطيع يوفركم يستطيع التغلب على المقاومة العالية دي لغاية لما القلب بيحصل له تضخم والتضخم دي حاجة مرضية وليست حاجة صحية فلما بيحصل تضخم بيبدأ العضلة القلب انقباضها يزيد لغاية حدود معينة بيبدأ القلب يحصل له ترهل ثم ان العضلة ما تقدرش تضخ الدم كويس فبالتالي اهمال ارتفاع ضغط الدم هيؤدي في الآخر او يؤدي الى تضخم في عضلة القلب ثم فشل في عضلة القلب عشان كده احنا واحنا بنعالج ضغط الدم الدكتور يبقى عارف كويس قوي ان ضغط الدم ممكن يؤدي الى تضخم ثم الى فشل او ضعف عضلة القلب ويبقى دماغه في كده دماغه في كده انه بيزبط الضغط يخليه مثالي 120-80 وهو بيزبط الضغط يبقى عارف الامر ده ويبقى المريض فاهم ان تضبيط الضغط مش مجرد انه مايحسش بصداع لا تضبيط الضغط ده عشان يحافظ على قلبه مش بس على قلبه ده بيحافظ على كل اجزاء الجسم لان الضغط بيؤثر على كل اجزاء الجسم يبقى شفت ازاي ان ضغط الدم اللي معظم السادة المشاهدين متخيلين انه هو مجرد رقم ومجرد عرض اسمه صداع بييجي في مؤخرة الرأس لا ده ضغط الدم ده بيؤثر جدا على القلب كهو المعطي للدم لكل اجزاء الجسم وكل اجزاء الجسم اللي بتستقبل هذا الدم بضغط عالي بتتأثر به وزا ما قلت انه هو بتؤدي الى تضخم في عضلة القلب وبتؤدي الى ترهل وضعف في عضلة القلب وفشل في عضلة القلب يبقى عشان كده ناخد بالنا قوي كمشاهدين وكمرضى انه ضبط الضغط ده شيء مهم جدا عشان احافظ على قلبي رقم اثنين ان ضغط الدم بيعد من عوامل الخطورة لحدوث الشريان التاجي الزبحة الجلطات القلب يعني ضغط الدم بتزيد فيه نسب حدوث الزبحة الصدرية بتزيد فيه نسب حدوث السكتات القلبية بتزيد فيه نسب حدوث الشريان التاجي وجلطات الشريان التاجي وبالتالي وانا بعالج مريض الضغط ابقى واخد بالي من كده اخد بالي ان انا لازم اصبط الضغط كويس عشان ما يحصلش قصور شريان تاجي او ضعف جلطات في الشريان التاجي يبقى كل ده بيوسع مدركنا حول العلاقة بين الضغط والقلب لو انا مريض ضعف عضلة قلب وضغط الدم عالي زي ما قلت هيزود المقاومة على القلب اللي اصلا ضعيف فيبدأ القلب يفال يعني ما يقدرش يقوم بوظيفته فيبدأ يحصل احتقان في الرئة اكتر يبدأ يحصل احتقان في الجسم كله احتقان عام اكتر ده نتيجة ارتفاع ضغط الدم او ان ضغط الدم ما يبقاش مظبوط في مريض ضعف عضلة القلب يبقى ضعف عضلة القلب لازم الضغط اصبطه 120-80 بالمصدر ما ينفعش ان انا سيبه عالي لان كل ما هسيبه عالي هزود الحمل اللي على القلب اللي هو اسمه الافترلود وبالتالي كل ما هزود الحمل ده القلب الضعيف ده مش هيقدر يشتغل والقلب السليم هيوصل في الاخر انه هيضعف يبقى تصبيت الضغط فدني في وقاية من امراض ضعف عضلة القلب وفدني ان انا لو مريض ضعف عضلة قلب كل ما هزبط ضغطه كل ما هقلبه قلبه هيقدر يشتغل بصورة افضل والكلام ده مهم ولازم توضيحه بهذا الشكل عشان نبقى عارفين ان مريض الضغط مش مجرد مريض ضغط اه هو الضغط نفسه امر هين لو تو بيع كويس ولو تم اعطاء العلاج المناسب ولو تم الاخذ في الاعتبار ان ده والضغط مش بيقف وده والضغط متغير باختلاف المود يعني المزاج الانسان لو الانسان متوتر كده كده ممكن ضغطه يرتفع لو الانسان بيبزي المجهود ممكن ضغطه يرتفع لو الانسان اكل ملح الطعام اللي هو السوديام كلريد ممكن ضغطه يرتفع لو الانسان زعل ممكن ضغطه يرتفع لو الانسان جري اكتر من مجهود وممكن ضغطه يرتفع وبالتالي في مرضى ضعف عضلة القلب والمرضى عموما بنحاول نخلي ضغط الدم في صورة مثالية لضمان حسن الأداء بتاع القلب وبتاع الأعضاء اللي هيصل لها هذا الدم عن طريق الضغط هذا الضغط يبقى المفروض الضغط يبقى مثالي عشان الجسم كله يبقى مثالي القلب، المخ، الكلا، الألصاق كل الجسم ما هو بيروح له الشبكية كل الجسم بيروح له الدم عن طريق انكباضة القلب وفرق ضغوط الدم كل ما انكباضة القلب كويسة وفروق ضغوط الدم كويسة كل ما هيبقى الأداء العام للجسم هيبقى كويس جدا وبالتالي محدش يهمل أبدا العلاقة بين القلب وضغط الدم معنا اتصال تليفوني وأستاذ محمد أيوة أموك يا كانين باس الدكتور أه تحت أمرك أموك أموك تحت أمرك أجل الخط قطع نكمل مرجوعنا في ارتفاع ضغط الدم والقلب قلنا العلاقة وطيدة جدا في مرضى الشريان التاجي ومرضى الزبحة ومرضى الجلطات للقلب وكلها مسميات لدرجات متفوتة من مرض الشريان التاجي زي ما قلت أنا النهاردة هو الشريان التاجي أو الزبحة يعني ايه؟ يعني كمية الأكسجين اللي رايحة للقلب نفسه عن طريق الشريان التاجي مش مكفية شغل القلب كمية الأكسجين اللي رايحة للقلب عن طريق الشريان التاجي مش مكفية احتياجات القلب ده بسبب ايه؟ بسبب ديء في الشريان التاجي بسبب ديء في الشريان التاجي ضغط الدم العالي بيخلي القلب انكباضه يزيد أكتر لأنه بيزود الحمل على القلب وبالتالي يبقى محتاج أكسجين أكتر عشان يشتغل طب هو أصلا فيه كسور في الشريان التاجي الشريان التاجي ده فيه إصابة فيه ديء فأنا لما بزود الورك بتاع الهارت عن طريق الورك بتاع عمل القلب عن طريق زيادة الضغط الدم فبالتالي أعراض الزبحة تزيد يعني أنا لما الضغط بيعلى بحتاج مجهود أكتر من القلب عشان يدق وعشان يستطيع التغلب على هذا الضغط العالي فهو أصلا إذا كان هذا القلب مش قادر يقوم به مش لاقي الطاقة اللي يقوم بيها بسهولة فبالتالي ضغط الدم لما يعلى هيزود لي احتياج القلب للأكسجين عشان احتياجاته من الطاقة بتزيد وبالتالي هيبدأ العيان ده يخش في أتاك من زبحة يجيله واجع في صدره نتيجة ضغطه اللي ارتفع يبقى في مريض الزبحة الصدرية لابد من ضغط ضغط الدم بصورة مثالية لابد من ضغط ضغط الدم بصورة مثالية عشان أقلل نسبة حدوث الزبحات اللي بتجيله أو الألام اللي بتجيله معانا اتصال أستاذ نور أستاذ نور السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نور حضرتك أنا سؤالي بعيد سواء عن موضوع الحلاء أنا معرفته بعيد ولا لابد سمعي يعني عايز أتقال حضرتك متحد فضالي حضرتك أنا عاوز أتقال عن الدوالة الداخلية أنا جدتي لما كثفت الدكتورة قال لها أنها عندها دوالة داخلية أنا عايز أعرف أسبابها وطرق علاجها بعملية أو بأي أدوية تاني الدوالة الداخلية دي هي جزء منها بيبقى طبعا هي أوعية دموية بتبقى وريدية وبتحصل زي دوال المريء زي دوال المريء حضرتك بس دي اللي بيعالجها واللي بيهتم بيها أكتر ده كترة الجهاز الهضمي ومناظير الجهاز الهضم وفيه أماكن أخرى لدوالة داخلية غير المريء يعني بس الأفضل اللي يرد عليها دكتور جهاز هضمي أو اللي هو مناظير الجهاز الهضمي تحت أمر كفاني نكمل موضوعنا نحن ضغط الدم لما يزيد بيزود احتياج القلب للطاقة عشان يشتغل أكتر عشان ياخد أكسجين أكتر وهو أصلا في الزبحة أو في الشريان التاجي بقى فيه ديء في الشريان فما بيقدرش يزود الإمدار يدامه وبالتالي ممكن يخش في زبحة صدرية غير مستقرة أو ممكن تصل إلى جلطة في الشريان التاجية وبالتالي ضبط الضغط شيء مهم جدا 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 في حالات الزبحة أو في حالات الشريان التاجي وأدوية ضبط الضغط كثيرة جدا بيفضل في حالات الزبحة وتكون عضلة القلب معتدلة أو يعني كويسة حاجة اسمها مصبتات البيتا اللي هي مغلقات البيتا دي بتبقى كويسة لأنها بتقلل ضربات القلب وبتقلل الضغط وبالتالي لما القلب ضربات قلب بتقل في حدود النورمل والضغط يزبط فبالتالي بيقلل عمل القلب بيقلل الwork of heart بيقلل شغل القلب وبالتالي بيقلل احتياجه للأكسجين وبالتالي بيقللش التاك بتاعة الزبحة أو آلام الصدر وبتطول عمر القلب يعني القلب بيبقى أداءه أحسن وبيبقى يعني في الدراسات وكده أن الحاجات اللي هي مغلقات البيتا كزبط ضوى ضغطه وكتقليل عمل القلب دي بتطول عمر القلب طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى ضغط الدم محدش ياخده كأنه حاجة منفصلة عن القلب لأنه هو زي ما اتفقنا أن القلب بيوصل لمرحلة لو ضعف لو ضعف لو ضعف ممكن الضغط يقع لأن ما فيش انكباض مناسب يضخ الدم للجسم في الأوعية الدموية أو في الشرايين للجسم وبالتالي في لحظة معينة لو القلب ضعف قوي هيؤدي إلى الضغط يقع والضغط لما يقع معناه أن ما فيش دم هيروح لأجزاء الجسم يبقى الجسم وقتها اللي هو بقى بنحس اللي هي الشك الشك اللي هي الصدمة والشك دي كلمة مستخدمة يعني يقولوا دا العيان دا عنده شك بالعربي كده الشك دي كلمة مستخدمة بتلاقي العيان أطرافه برده بتلاقي العيان النبض ضعيف بتلاقي العيان النبض سريع بتلاقي العيان عرقان عرق بارد بتلاقي العيان بيحس إنه روحه رايحة بتلاقيه عرقان في وشه عرقان جدا بس عرق اسمه بارد غير العرق بتاع الجري والتنطيط وكده دا اسمه يعني اللي هو دا عرق العافية ودا عرق اللي مش عافية يعني فهو وقتها لما الضغط دا بيوطى نتيجة إن عضلة القلب أصبحت لا تستطيع القيام بوظيفتها المناسبة إن هي تضخ الدم في الشرايين مش قادرة فالضغط وقع وهنا المريض دا بيحتاج مستشفى ملوش علاج آخر لا يقول لي بقى يعمل مياه دا المياه بملحة موته يعني فيه فيه فرق بين الضغط واطي لكن أنا حاسس النبض كويس جدا والرجل دا فيانة والأطراف دا فيانة دا ضغط واطي مقبول لكن الضغط الواطي اللي الإيد والرجل ببردين والنبض بطيء واللي زي ما قلت على الآن دا لو خد مياه بملح هيموت هنقول هنعالجه إزاي بعد ما نسمع الأستاذة سارة إزايك يا أستاذة سارة أستاذ عادل أه معك يا أستاذ عادل أهلا وسهلا دكتور كنت عادة أسأل سؤالي دكتور بالنسبة للوالدة بالنسبة للقلب بعيفة شوية وهي عندها حتى لجلة النوم وبردو ممتقوبش كثير عمات ناشي لغيرها تاربع ساعة وكان فيه مياه على الرئة وكان بتاخد البنشام بتاع المية اللي بنزل المية اللي على الرئة دا وهي حتة عدم الأكل دلوك وعدم النوم فيش حاجة وخادة فاتح شعية برضو برضو الأكل التاحة ضعيف شوية ونوم هاد ليل أما في حتة دلوك أحسن من الأول يعني هاركين نروح لدكتور مين نسل الغير لدكتور الجلب والباطنة وعندها بركة صورة الترسيل عالية شوية تحت أمرك أسأل عين هو طبعا عضلة القلب الضعيفة بتأثر على كل الجسم من أول الرأس للإيد للرجل للقلب للرئتين للجهاز الهضمي لكل الجسم فعضلة القلب الضعيفة ممكن تؤدي فعلا إن الإنسان ما يعرفش ينام وهو مسطح أو إن هو مفارد نفسه على ظهره ممكن تؤدي إن الإنسان ممكن يصحى من نوم على كرشة نفس ممكن تؤدي إلى درجات متفوتة من النهجان ممكن تؤدي لسوق هضمه وتعثر في الهضم وما يقدرش يهضم كويس ممكن تؤدي إلى إن الإنسان يبقى مجهوده قليل ما يقدرش يمشي ما يقدرش يروح ما يقدرش يجي بالعلاج بتاع ضعف عضلة القلب بالنسبة للطبيب هو معلوم 1-2-3-4 الجرعات والأدوية مختلفة من حالة الحالة تبقى للضغط تبقى للنبض تبقى للأعراض تبقى لهل في حاجة تانية متأثرة زي الكلا متأثرة أو الرئة متأثرة لإن بيختلف من حالة الحالة الأدوية اللي أقدر أديها هنا ما يقدرش يأديها هنا ما يقدرش يأديها هنا لكن المريض دوره في هذا الأمر إنه هو في مرض ضعف عضلة القلب واحد الملح الطعام قدر المستطاع يمنع نهائيا 2-2 طبعا ما فيش تدخين نهائي 3-3 إنه هو لما يجي يأكل يأكل وجبات صغيرة سهلة الهض يعني مش معقول أنا قلب ضعيف ومش بقدر أغزي الجسم كله بكميات الدم اللي تهديله طاقته بصورة كويسة أروح على الجهاز الهضمي أديله أكلة دسمة جدا طبما الدسمة دي عايزة إيه عايزة هض فعايزة دم يروح عشان يعرف يهضم فالدم اللي هيروح عشان يعرف يهضم هو أصلا مش قادر يروح في الأحوال العادية فهنا لازم ناكل وجبات صغيرة سهلة الهض سهلة الهض سهلة الهض أسهل حاجة في الهض الخضار المسلوق الخضار المسلوق ساعات الناس تتخيل إن اللبن بيبقى سهل الهضم لا ده اللبن أو الحليب مش سهل الهضم أبدا يعني بالعكس ده ده هضمه أصعب فممكن اللي هو ممكن اللبن الرايد أو ممكن اللبن منزوعة دسم لكن ده دورك أنت كمريد قلب أو ابن حد مريد قلب أن الأكل هياخد وجبات صغيرة يفضل مسلوقة الخضار والفاكهة الطازجة بدون وجود سكر بحلو جدا الملح الطعام ممنوع خالص المية في مريد القلب ساعات بنخليها قليلة لأن ساعات هو بياخد المية يخزنها جوه فبنقلل المية ما نخليوش ياخد مية كتير قاول والأدوية بتبقى متغيرة بصورة أو بواتيرة أسرع من باقي الأمراض يعني مثلا مريد الزبحة مش بغير له العلاج كل شهر ولا كل شهرين لا لكن مريد ضعف عضلة القلب ممكن أغير له أجزاء من العلاج كل أسبوعين مثلا مديله مدر بول جرعة كبيرة شوية فأنا مش هينفع يمشي عليها على طول ده ممكن كمان أسبوع هقللها شوية كمان أسبوعين ممكن أقللها أكتر كمان شهر أرجحها تاني كمان شهر أوقفها خالق تبقى للحالة تبقى لكمية الاحتقان سواء الرئوي أو العام تبقى لضغط الدم تبقى لحالة القلب تبقى للسوديوم والبوتاسيوم اللي في الجسم تبقى لوظيفة الكلا فكل الأمور دي عشان كده انت كمريض بنتطلب أو بنرجو حضرتك انك هتزور الدكتور على فترات أقصر فترات قصيرة بدل من طول الفترات ودايما يعني الدكتور هقولك لأ دمعنا شوفك كمان أسبوع لأ كمان شهر بس هو بيبقى أكتر شوية من المرضى العاديين أو المرضى الآخرين معنا اتصال تليفوني أستاذ وليد احنا نساء ازيك يا أستاذ وليد أخبارك ايه الحمد لله والله يبقى أكتر تحت عام سؤال الدكتور ايه علاقة الوظائف الكلا من بتاعنا تمام بتوبى في مشاكل في السكر هل لها علاقة بالموضى ده معلش بتقول ايه وظائف الكلا من بتاعنا اه وظائف الكلا والسكر اه وظائف الكلا والسكر ايه علاقتهم بالبعض تمام تمام كنت عادة سؤال عن المرموضة تمام بص يا سيدي هو طبعا السكر بيأثر على كل الجسم بما فيهم الكلا يعني وبيعمل حاجة اسمها الديابتك نيفروباتي اللي هو يبقى الكلة بتبدأ يحصل فيها قصور في وظائف الكلا واحدة واحدة نتيجة السكر تمام وطبعا بيبقى فيه أدوية بتاعة السكر بتخرج عن طريق الكلا وبالتالي بنبقى حريصين في الأدوية بتاعة السكر في مريض الكلا الكلا والسكر بقى دول من أكتر من أكتر من أكتر الأمراض اللي بتؤثر في مريض القلب الكلا والسكر الكلا والسكر دول من أكتر الأمراض اللي بتؤثر في مريض القلب زيهم زي ضغط الدم اللي بتكلم فيه دلوقتي فهو حضرتك الكلا والضغط والسكر بيؤثره جدا في أمراض القلب ازاي مريض السكر بتبقى اسمها متلازمة انه هو لابد ان يحدث تصلب شرايين في يوم اللياب تصلب الشرايين ده بقى جافل شرايين القلب اوكي شرايين الكلا شرايين العين شرايين الصاق مش يقول لك قدم سكرية وبتاع فالسكر بيؤثر في كل ذلك فالسكر من عوامل الخطورة يعني من رقم واحد في حدوث الزبحة وحدوث الجلطة الجلطة الشرايين التاجية وحدوث الكسور الشريان التاجي السكر ايوة السكر السكر بيؤثر على الشرايين الصغيرة اللي بتغذي القلب وبيعمل اللي هي حاجة اسمها سندروم اكس اللي هي متلازمة اكس دي او المتلازمة الخفية ان يحصل الام زبحة لكن الشرايين الكبيرة سليمة السكر السكر بيعمل خلل في التمثيل الغذائي للسكر ولل كوليسترول السكر السكر ممكن يؤدي لما يعمل زبحة او كسور شريان تاجي لضعف عضلة قلب نتيجة الزبحة دي او لنتيجة ان الشرايين الصغيرة بتاعت اللي بتغذي القلب بازي فيعمل برضو ضعف عضلة قلب الامراض او الادوية اللي بنيديها في حالات مرض القلب سواء ضعف عضلة سواء اللي هو كسور شريان تاجي وزبحة بتختلف طبقا للسكر يعني لو السكر بنيدي ادوية معينة زيادة بناخد بانة زيادة لو مريض عنده سكر ولسه ما جالوش القلب بنبقى حريسين جدا ليجيله القلب دلوقتي اكتشفوا ادوية في السكر بتعالج مش بس السكر لا ده كمان بتحسن كفاءة عضلة القلب اللي لسه طالع ادوية جديدة بهذا وممكن لقاها بتستخدم فقط في تضبيط ضعف عضلة القلب مش بس السكر كسور الكلا كسور الكلا او الوظائف الكلا لما تبقى تعبانة طبعا بتؤثر تأثير شديد جدا 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 على القلب ازاي رقم واحد ازاي ما اتفقنا او ازاي ما هقول دلوقتي ديسه ما اتفقناش ان الكلا بتتحكم مع القلب في زبط ضغط الدم في زبط ضغط الدم عن طريق حاجة اسمها الرأس سيستيم رينين انجوكينسين ألدستيرون سيستيم السيستيم ده او الحاجة اللي في الكلا اللي بتأثر على الضغط دي بتبقى مهمة جدا عشان تمشي الضغط كويس لان زي ما قلت لو الضغط عيلي هيعمل لي ضعف عضلة قلب هيعمل لي تضخم في عضلة القلب الكلا هي اللي بتخرج الأدوية فلازم وانا بدي داوة للقلب ابقى حريص هيأسرع الكلا هيضرها هيخرج ولا هيتراكم ويعمل لي السمية فكل دا أمور كتير يعني يفرد لها حلقات معنا تليفون أستاذ مصطفى ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا دكتور والله أنا عاوز أسأل حضرتك سواء أي عول سيئتك أنا كنت عامل أضطر على دين أي وبعدين دلوقتي أنا العميلة أبقى لي السلام أي عاوز أسأل على طريق بس هل الضيئ اللي في الشريان التاجي دا بيزيد أنت ركبت دعامة ولا مركبتش نعم لا 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 ما فيش دعامة ما فيش عمال قلولك إيه اللي لقوه في القسطرة التشخصية قال أنت بس شوية يعني نسبة قصور في الشريان التاجي نسبة يعني فيه ديء كم في المية يعني ما قالش والله ساتك دا مهم جدا نعرف يعني هل فيك ديء عشرين في المية تلاتين في المية ولا شرينك سليمة تماما تفرق طبعا يعني واحد شرينه سليمة تماما مش متوقع أنه يمرد دلوقتي لكن لو تلاتين اربعين 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 في المية ممكن تكون زادت صح؟ أنا أقول لساتك لا الأول كنت تعبين أول بعد ما عملت الأسطرة دي بعدها بشهرين تلاتة تعبت بعدها ولا قبلها دلوقتي نسبة ديء بسيطة في التنفس كده على فترات أي وحاجة أيامة الناحية الشمال كده تحس بتقلت الحرارة تحت البيز الشمال عندك ضغط أو سكر يا باشا؟ لا يابي لا يابي عندك كم سنة؟ عندي واحد وخمسين سنة لا عندك بتدخن؟ لا بطلت التدخين بعد ما عملت الأسطرة يعني أنت ما عندكش ضغط طب بابك أو مامتك عندهم القلب الوالد أو الوالدة؟ لا 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 عندك كوليسترول عالي؟ ما هو بقى دلوقتي باخد ستك يا هقول لي ستك بقى باخد دلوقتي الله مصلى على سيدنا محمد سيولة حباية للسيولة أي وحباية لكوليسترول ونص حباية ممكن أقولي الاسم ولا أقولي ما هيقول لي يعني معرفش اللي هو نيوف لوب دي خلاص انت قلت غلط بس أنا عرفته هو دلوقتي يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنت ما عندكش ضغط ولا عندك سكر وعملت أسطرة وأنا مش عارف إيه الموجود بس بدل ما قالكش حاجة يبقى أكيد ما لقاش حاجة وفي نفس الوقت ما عندكش طريق مرضي في الأسرة بالقلب ممكن يبقى فيه كوليسترول أو ممكن هو كتبهولك زي إيه لقى شوية تصلب شرعين ولا حاجة المهم الأسطرة دي كان بقالها قديه وقت ما صلى سيدنا محمد من واحد من تسعتاشر واحد واحد ألفل وتسعتاشر بلع سنة ونص تقريبا إن شاء الله ماشي طب إنت لما تمشي يجي لك واجع في صدرك يسمع في دهرك لا طب إنت يعني إن شاء الله ما فيش حاجة أنت الآن ليه ما تقلقش يعني إنت لعندك أعراض واضحة ولعندك ضغط ولعندك سكر والأسطرة طلعة سليمة وبتاخد علاج زي وقاية ما تخافش إنت بس تمشي وبطل تدخين وخلي مزاجك كويس ومتاكلش أكل فيه كوليسترول ولا وكل أكل صحي وكل فترة كده تبقى تعمل رسم قلب رسم قلب المجهود كل سنة ولا حاجة وإن شاء الله يعني أنا أطمنك على اللي أنت قلته تحت أمرك تحت أمرك معنا تليفون تاني أستاذ محمد ألو أيوة محمد إزايك إزايك ألو أيوة ألو أيوة سامعك إزايك دكتور إزايك حبيب أنا بحب حضرتك أنا بحضرتك بحضرتك أب بتتكلم جد أنت مين أنت ماشي يا محمد وأنا بحبك يعني تحت أمرك أنا بحب حضرتك جدا ماشي يا حبيبي السؤال إيه كوسانتو طيب لما لما بجأكل كده إيه لما بجأكل لما بجأكل بيقر أنت عندك كم سنة يا محمد عندي تارك ثلاثتاشر ثلاثتاشر أنت ماشي أوه مريا محمد وإحنا بنحبك يا محمد والله يعني أنت عارفني أصلا فوق راست فوق راست أو أن أنا أعمل أليه هايلايت أن الضغط له علاقة قوية جدا بالقلب الضبط الضغط مش مجرد زبط رقم زبط الضغط ده عشان أحمي نفسي من أمراض القلب المحتمل تيجي أمراض القلب المحتملة لمريض الضغط هي قصور الشرياني التاجي اللي بيشمل الزبحة وبيشمل الجلطة وكده وكمان ضعف عضلة القلب أو تضخم عضلة القلب ثم الترهل ثم الضعف وبالتالي أنا لما أخد علاج ضغطي أدقى أخب بالي مش أنا بس بخلي الصداع يروح مش أنا بس بأخد مجرد علاج لا لأ أنا بحافظ على صحتي فيما بعد بمنع بحمي نفسي وبحمي قلبي من أنه يجيله زي ما قلت زبحة أو يجيله ضعف أو كده والأشمل أنه أنا بس مش بحمي قلبي لأنا بحمي المخ من حدوث جلطات أو نزيف بالمخ بحمي العنين من أنه ما يجيش نزيف في الشبكية بحمي الكلة أنه ما يجيش قصور في وظائف الكلة أو أو أنه يحصل فشل كلوي ويخسل بحمي الشريان الأورطة أنه ما يحصلش فيه تمدد ما يحصلش فيه مشاكل بحمي كل الجسم يعني الجسم كله بحميه النزيف ممكن يحصل في أي حتة ممكن يجي من الأنف ممكن يجي في ماجر البول كل ده أنا بحمي الجسم كله لما بزبط هذا الضغط وبالأصل فيه أن أنا بحمي القلب عشان موضوع حلقتنا من أن يجي له زبحة صدرية أو يجي له ضعف عضلة القلب زبط الضغط مش فقط دواء وعلاج زبط الضغط بيبقى بهدوء النفس الرياضة منع ملحة طعام منع الكوليسترول وأهم حاجة كل مرة بقولها الوقاية خير من الألال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته